ما نشاهده ليس احتجاج، ولا محاولة انتحار جماعية وسط طريق السريع، بل هم آباء أطفال بشلف متجهون لمدارسهم، ولا سبيل لديهم لقطع الطريق سوى توقيف السيارة السريعة لتأمين عبور أولادهم وحمايتهم من خطر الموت. هو مشهد حقيقي لوجه من معانة التلاميذ بالجزائر، لكنه ليس الوحيد، فبأم البواقي وتيزي وزو خطر الموت تحت أردام المدرسة الابتدائية الشهيد دحمن قليف والمطعم المدرسي إباري محمد، ألدان اهترأت شدرانهما يتربص بهؤلاء الأطفال ويمنعهم من الدراسة. ببلدية بقائد بيت السمسيل تلأولياء منع وأبناءهم أيضا من الالتحاق بمقاعد الدراسة بسبب وجود حيواناتهم. مفترسة تهاجم التلاميذ، فالمدرسة تقع بمنطقة غابية غير محمية، بالإضافة إلى تحويل أقسام من المدرسة إلى مستودع تابع للبلدية. والله العام اللي فات حوالي شهر، ونحن نجروا منه رحم أرواح وكتلوا هذا الكلاب. المدرسة هذه رأي في منعارك، هنا ممر هنا سيارة يفوتوا مننا بسرعان، نطلبوا من السراطات المحلية، بيديرونا ممهيلات. قصص المعانة لم تنتهي وهذه المرة بورقلة، تلاميذ مدرسة حيسلمان يقطعون مشيا على الأقدام، مسافات طويلة للالتحاق بمقاعد الدراسة، بينما تجاورهم مدرسة قريبة، موسدة الأبواب. الابتداء يتأخذ ذرار اكتظار كبير، الكلاسة محسوبة فيها سبعين طفل، الكبار يعني قرأوا لولاد هذا في سبعين طفل في كلاسة. عدنا لولاد يقرأوا على ربع كيلو، يفوتوا على طريق لور، وعدنا كورث برجهم لأسراتنا العامل يفاتوا العامل قداموا. لم تكن هذه سوى عينات لما يعيشه أطفال في عمر الظهور، لطلب العلم في بلد يحتفل كل سنة بيوم العلم. ووعود تتكرر كل سنة بإنجاح الدخول المدرسي يتبعها واقع يعكس فشال تلك الوعود.